برضو مش بعيد عن شهر رمضان طبعا حضراتكو عارفين ان شهر رمضان بييجي كلنا بنفتكر الحاجات اللي نقصانة في المطبخ وفي احتياجات الغذاء بشكل كبير جدا شان كده الشركة القابدة للصناعات الغذائية ضخت بمجتمعاتها الاستهلاكية واللي بيصل عددها ليه 1350 مجمع كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين بتخفضات تتروح ما بين 15-35% اضافة طبعا الى السلع الغذائية الاساسية طب احنا معانا أستاذ خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة هيقول لنا تفاصيل اكتر يا أستاذ خالد تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة تحياتي لحضرتك يا أستاذ آية وكل سنة وحضرتك طيبة والسعب العربي كله ايه حكاية التخفضات من بين 15-35% هتكون على ايه بالضبط وفيين تحديدا هي التخفضات موجودة في الشركات التابعة الشركة القطعة اللي تدورها تابعة الوزارة التموين والتجارة الداخلية التخفضات تقريبا في جميع الأصناف من السرع السيرة والسكر الديد المقارونة نشا سامن بأنواعهم بالسبدة بالإضافة للسرع اللي هي بتاعة يميش رمضان بقى اللي هي الفاكهة بتاعة الشهر الكريم طيب المجمعات دي موجودة فين تحديدا يا أستاذ خالد يعني هل هم موجودين في محافظات مختلفة في النجوع والقرى أهلين في النجوع والقرى يقدروا أن هم يوصلوا ليهم ولا هتبقى بعيدة ولا ايه تحديد طيب لو نفرض أن فيه مثلا نجع أو قرى بعيدة عن المركز هل حضراتكو عاملين مثلا عربيات متنقلة عشان تودي للناس السلع الأساسية اللي ما يقدروش أن هم أو بعيد عنهم المجمع الاستهلاكي هو فيه مشروع شوز خالد أهلو معاك يا فاند فاضل يا فاند هو فيه أصلا مشروع عربيتي اللي موجود وده برضو بيدخل للمناطق اللي احنا ما بيقدرشه نتكلها لكن احنا بقول لحضراتك احنا متشفرين في جميع القرى والمدن اللي موجودة عن مستوى النموارية كلها فالصعب بشوية أن تلاقي المكان ليس بوض في المجمعات الاستهلاكي طب الزيت والسكر والرز والسمنة الحاجات دي برضو واللحوم زي ما حضرتك قلت كده في البداية يعني متوفرة بشكل كبير يعني أنت حضرتك عارف طبعا أكيد أن السحب بيبقى بشكل يومي كبير جدا من أهالينا الوفرة أخبارها إيه حضرتك احنا بالإضافة للكيميات اللي هي المعتادة بتاعتنا يا أستاذ خالد سامعيك اتفضل وبالإضافة للكيميات اللي حضرتك بتكلم بيها هي كمات متصيرة لكن بالإضافة للشهر الكريم مثلا احنا بنضخ حوالي 10-3 ستن سكر بيادة عن المطروب دي حوالي 2-2 ستن سيادة برضو عن المطروب الرجل 3-3 ستن الماكارونا 3-3 ستن الخبن أكتر من 12 ألف أبوة كارتونة ده كله زيادة عن المتوفر الشهر العاجل يعني بس كل اللي بنقوله أنك ما تفكرش دي السلعة مش موجودة لا السلعة موجودة وموجودة بكافرة ومتوفرة في جميع المناس طيب لو دخلت أي سوبر ماركت كبير أو هايبر يعني لو بنشوف بندخل كده بنلاقي أن في شنط مجهزة الرمضان فيها زيت وسكر ورز وسمنا بأسعار معينة فيها تخفيد هل برضو موجودة في المجمعات الاستهلاكية والغذائية عاملين مثلا شنط خاصة الرمضان؟ موجودة فاندي ما احنا فيه ثلاث أنواع من الصنط سنطة بـ 95 جنيه دي فيها 10 أصناف وسنطة بـ 45 جنيه فيها 8 أصناف وسنطة تانية بـ 50 جنيه دي فيها 6 أصناف والتخفيدات لاي ما حضرينك بدأت في الحرقة من 15 لـ 35 أعلى فاة بـ 95 جنيه؟ بـ 95 جنيه دي بالإضافة وتانية فاة 75 وثالث فاة بـ كام؟ 50 جنيه 50 جنيه فيها 50 جنيه دي فيها الأساسيات اللي هو الرز والسكر والسمنة؟ فيها حضرتك الشكر وفيها زيت ورز ومقارونة وصلصة وعلبة جبنة تتربانة والتانية؟ واللي هي أم 75 برضو فيها شكر وزيت ورز وكام ومقارونة وصلصة فيه بلح جافة والأخيرة الفاة الأعلى؟ والأخيرة نفس الأصناف بكس بيجيط عليها شيء وعكس يعني الشنطة سواء كانت بـ 50 أو 75 أو 95 بتكفي كم أفارض يعني من الأسرة؟ لا هي بتكفي بقى على حسب البشر يعني من 3 إلى 4 أفار أه يعني بس أقل حاجة 3 أفراد أه دي هتكون موجودة يعني هي دلوقتي متواجدة بالفعل خلاص؟ أه متواجدة بالفعل ده بالإضافة الحاجة تاني متفضل إن معالي الوزير كان بطرح هذا الكلام ده كان من العام السابق وبالطرح كانت مبادرة جابت مردود جيد جداً بالنسبة رجال الأعمال أه فئات بونات إنه هو المواطن أو رجال الأعمال اللي بيحبوا بيخاهمه في الشهر الكريم ده في عندي ثلاث فئات ثلاث فئات أه في فئة بعشرين جنيه البون وفئة خلسين جنيه وفئة بمئة جنيه ده بيروح المواطن بيروح فأي من فاجمين المنافق بساعتنا بيشتري بالبون اللي هو بياخده بقيمة البون ده بالجرد أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة على كل هذه التفاصيل كل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر